السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتغبر الله منا ومنكم صالح الأعمال اليوم عايز أتكلم عن موضوع أنا شايف منه مهم فياريت الناس تركز معاي أنه سنتكلم عن السلوك هل السلوكيات العندنا في الماضي ونحن غررنا أنه نحن في عملية تغيير عايزين ذات تسمو إلى الأعلى فغررنا وتحملنا المزهولية وغررنا طيب سلوكياتنا الماضية أو سلوكياتنا الجاي هل سلوكياتنا الماضية هل تمثل ذاتنا فعلا ولا إنه في كلام تاني وهل سلوكياتنا الماضية في وراها فائدة ولا لا فنحن في الماضي في كثير من الناس كانوا يعاملون على أساس سلوكياتنا لما نحن نعمل حاجة خطأ نحن نعمل حاجة خطأ نحن نعمل حاجة خطأ لكن تصبح أنت الخطأ فما يتكلمون عن السلوك أنا تصرفت تصرف خطأ فخلوا السلوك خلوا التصرف وأصبحت أنا الخطأ هذه إشكالية كبيرة جدا جدا قاعدنا قاعد فوقا فإذن أنا كلما أفعل حاجة الناس يقول لي يا أخي أنت غبي ما أنا الغبي التصرف بثاعي الغبي أنا تصرفت تصرف يعني غبي لأن التصرف ده أنا ممكن أغيره لو إتجيته قلت لي يا أخي الحاجة العملت هذه خطأ ما أنا الخطأ الخطأ هو التصرف الأنا تصرفته ولكن تكررت هذا السلوك تكرر وبالتالي تكرر معاه الشيء اللي اطلصك فينا فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما نكون في خطأ ما بيخاطب الناس به لأنه ما بيحاول يعمل مصدر أو يكون يغير من الفعل للذات فيخاطب يقول ما بالقومين فعلوا كذا وكذا وكذا ما حصل سمعنا الرسول قال فلان وفلان أكلوا مال الزكاة وفلان وفلان قالوا كذا لكن الرسول يقول ما بالقومين كأنه الموضوع بعيد من الناس الخطأ هناك لما سيدنا خالد بن الوليد مشى وفي ناس مجموعة من الناس قالوا له لغت صبينا ففهم إنه صبينا دي إنه هما ارتدوا فقاتلهم طيب لما رجع الرسول قال له قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد ما قال من خالد مما فعل خالد فإذا نحن مفروض نحن من اليوم الآن إنت عرفت أنك إنت لما تخاطب أي إنسان عندك مشكلة مع سلوكه ما مشكلة معه لأنه هو خلقة ربنا سبحانه وتعالى هو خليفة ربنا هو يشاركك في أنه هو خليفة ربنا سبحانه وتعالى فإذا مهم جدا نحن ننتبه إنه السلوكيات بتاعتنا أي كانت خاطئة نحن احترفنا إنها كان في خطأ ما مشكلة الإنسان بيخطي ما في زول في الدنيا دي ما بيخطي أنا دائما بيقول لهم ما في زول بيخطي إلا زول واحد فالناس ما بيعمل أي حاجة ما بيخطي لكن أكبر خطأ وقع فوقه إنه هو إنسان سالب ما عمل حاجة فإذا إنت مفروض تعمل شيء مفروض يكون عندك رأي مفروض يكون عندك عمل بتعمله وما في مشكلة إنك تخطي ولكن كيف إنك تتعلم من الخطأ بتاعك من اليوم اللي قدام لا تسمح بأي شخص إنه يحول الفعل إلى ذات ما تخلي حد يخاطبك إنت عندك مشكلة مع السلوك طيب إنت الآن اللي عرفت إنه في فرق ما بين السلوك والذات فإذا خاطبت أي شخص وريدت أن تنتقد أي شخص فإنت ما تنتقد في ذاته يجب إنك أنت تنتقد في السلوك بتاعه فياريت الناس تعملها بطريقة جميلة يعني دار أنتقد سلوك معين ما أنت ما شخص قدامي ما الشخص اللي أنا عايز أنتقد فوق شيء معين فدار أنتقد سلوك معين فأبتدي بالذات ولكن أتكلم عن حاجات إيجابية يا أخي أنت إنسان رائع جدا جدا حتى لو أقول لي أخي أنت لفستك جميلة جدا أنت حاجاتك جميلة وأنا بكون بعاين فيه كأنه بلصك فيه ذات جديدة طيب لما أجي قدم النقد بتاعي مع العاين في حتة بعيدة وأنا بقدم النقد لسلوك وليس لذات تصرف معين أتحدث عن هذا التصرف ثم أختم حديثي بأنه أنا ثاني أجي وأكد على ذاته الرائعة وجميلة وشوف الحياة الإيجابية فهنا ببقى أنا تحدثت عن أو غيرت في الذات ولا أسمح لشخص آخر بأنه يا أخي فعلي تحول لي أنا هذا جزء مني يمكن أن يتغير في أي لحظة من اللحظات إذا جيتني بأسلوب جميل وترى الكلام دخطة أكيد أنا هذا غير بس كيف تدقوله لأنه من عظمنا بنقول أو في ناس كثيرة يجي أنصحك جميل إنك تنصح خائب علي لكني أخي ما تنصحني كده كدام كل الناس فياريت تجي بأسلوب جميل تنصحني فتها نحاية أعرف تماما إنه كل سلوك تقوم به أو قمت به في الماضي كان عنده معنى داخلك كان إلى حد ما هذا السلوك إنك قمت به يحقق شعور ما جاء قاعد جواك ولكل سلوك قصدي إيجابي لا يشفع لصاحبه نحن دارين نقول مهما فعلنا نحن من السلوكيات تأكد إنها جواك أو جوا الشخص الآخر لحمل هذا السلوك تعني له حاجة عشان كده نكون حذرين في إنه نحن عايزين نغير كيف أي زول عنده شعور داخلي مرتبط بسلوك خاري ما نعرفه نحن في الخارج ليس هو الداخل فياريت نحن نعزر بعضنا البعض ونعرف إنه خالد بن اليد من قتل الناس أكيد كان عنده غزتان أقيفين إن شاء الله ونلتقي معاكم في حلقة قادمة بإذن الله تغبر الله منا ومنكم صالح العمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة